هل يجوز زراعة عضو من شخص غير مسلم في شخص مسلم وهل يجب أن يقال له ذلك مثلا أبو مجبي بارك الله فيك أولا بالنسبة من حيث الجواز نعم يجوز يجوز زراعة عضو من غير مسلم لمسلم سواء كان القلب أو غير القلب فيجوز المسألة الثانية مسألة الإخبار المتقرر عند أهل العلم أنه يجب أخذ الإذن من المريض وإذا كان المريض في حالة غيبوبة يأخذ الإذن من أولياء المريض وهذه عندنا نظرية من نظريات الشريعة فيما يتعلق بالإذن وهذا يدخل تحته قواعد كثيرة ومن جملتها فيما يتعلق بحق المريض بأن يطلع على ما يريد الطبيب أن يفعل به يعني إجراء عملية كذا لا بد من أخذ إذن المريض لا بد ولا يجوز إلا في حالات حرجة حالات إسعافية حرجة يعني إذا ما تدخل الطبيب سيموت هذا الشخص يعني كما هي العادة مثلا يأتوا وهو في غيبوبة ولو انتظروا للاتصال بأوليائه ربما ذهبت روحه النفيسة فلته هذا له الحق أن يتدخل ولو مات بين يديه فهو غير مضمون بالنسبة للطبيب لأن المأذون فيه غير مضمون والطبيب مطلوب بأنه يباشر العمليات الحرجة قضية والله مثلا زراعة قلب زراعة كبد زراعة كلا زراعة كذا هذا يجب أخذ إذن المريض إن كان في وعيه وإذا لم يكن في وعيه يجب أخذ إذن أولياء المريض قضية تركيب العضو من شخص غير مسلم هذا لا يغير من الحقائق الشيء بالنسبة للمسلم يعني الآن لو نقل له قلب ما يتحول قلبي له هذه عضلة هذه عضلة وانت يا ابو مجبل ما شاء الله متخصص جراح انت هذه عضلة القلب العقل في القلب وله اتصال بالدماغ طيب ما هو العقل العقل هذا غيب هذا من الغيب الذي يدل على آية من آيات الله العقل ليس شيء ماد محسوس نلمسه بأيدينا أو نشمه بأنوفنا أو نسمعه بآذاننا لا العقل آية من آية الله سبحانه وتعالى ولذلك قال جل وعلا لهم قلوب لا يعقلون بها فكون العضلة تغيرت حتى لو كان مثلا عضلة من العضلة الصناعية مثلا هذا لا يعني بأن خلاص انتهى العقل لا العقل موجود في القلب وله اتصال بالدماغ كما هو المتقرر في عقائد السنة والجماعة ولذلك أي عضو ينقل من شخص إلى آخر واختلفت الديانتين لا يضر هذا ولله الحمد والمنى